قبل نحو شهر من الانتخابات التشريعية تعلن هيئة الانتخابات في تونس قائمة المرشحين النهائية ألف وخمسة وخمسون مرشحاً سيتنافسون على مائة وواحد وستين مقعداً في البرلمان على أن تنطلق الحملة الانتخابية في الخامس والعشرين من الشهر الجاري انتخابات تجري وفق قانون انتخابات بمعايير تنظيمية جديدة تفرض رقابة على التمويل والحضور في وسائل الإعلام وتعتمد طريقة الاقتراع على الأفراد عوضاً عن القائمات ومبدأ سحب الوكالة من النائب وتجري أيضاً في ظل دستور جديد وافق عليه التونسيون يكرس نظام الرئاسي وينص على أن السلطة التشريعية تتكون من غرفتين الأولى هي مجلس النواب والثانية هي مجلس الأقاليم والجهات أطرف سياسية تونسية اعتبرت أن البرلمان المرتقب سيمثل مختلف شرائح المجتمع التونسي بالنظر إلى خلفيات المترشحين وأغلبهم من النخبة ومن ذوي الخلفية العلمية بينما تتحدث أطراف أخرى عن صعوبة ستواجه العملية الانتخابية بشكل عام بسبب تنقيح القانون الانتخابي وتغيير تقسيم الدوائر الانتخابية والتنصيص على منع تمويل الأحزاب للحملات الانتخابية للمرشحين مع غياب التمويل العمومي ومن شأن الانتخابات أن تسفر عن انتهاء المرحلة الانتقالية التي دخلتها تونس منذ إجراءات الرئيس قيس سعيد في الخامس والعشرين من يوليو من العام الماضي ومهما اختلفت الآراء فإن كثيرين يشددون على ضرورة المضي قدما في مسار الإصلاحات واستكمال بناء مؤسسات الدولة